ماذا يحدث في غزة المفاوضات التي انتهت في باريس وهي باريس اتنين كانت هناك مفاوضات أولى في باريس ثم عادت المفاوضات إلى القاهرة ثم عادت مرة أخرى إلى باريس لمزيد من المحاولات للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الهدنة والتهدئة قبل الدخول في شهر رمضان نتمنى أن هذه المفاوضات تصل إلى هذه التهدئة أسمحوا لي أن أرحب بي ضيفي العميد محمود محيدين الباحث السياسي في الأمن الأقليمي أهلا بك سيادة العميد أهلا فنم قبل ما نتكلم على باريس النهاردة مصر أطلقت بعض الصور للمعسكر الذي يقام فيه المواصي بخان يونس هذا المعسكر الإنساني كلمني عن هذا المعسكر هذا المعسكر مصر بدأت فيه الهدنة اللي فاتت ودخلت كمية كبيرة جدا من الخيام ومكوناتها وفكرة أن استيعاب النازحين من مناطق الشمال إلى مناطق الجنوب يمكن إعادة تفريقهم ويمكن إعادة تخصيص أراضي واسعة وفارغة يمكن استيعابهم في هذه المعسكرات لحين البدء في عملية إعادة الإعمار في منطقة الشمال لأن منطقة الشمال حضرتك اللي هي المحافظة الشمالية ومحافظة غزة هي أكتر الأماكن في القطاع التي تعرضت للتدمير خاصة وأن الجيش الإسرائيلي أيضا في إطار ما يفكر فيه من إنشاء منطقة عزلة بعمق واحد كيلو أدى إلى هدم عديد المنازل وأصبح هناك آلاف الفلسطينيين بلا مأوى ليه اخترت مصر هذه المنطقة المواصي بالذات؟ المواصي حضرتك هي في المنطقة تعتبر في المحافظة الوسطى وهي حضرتك يعني شمال خان يونس وقريبة جدا من منطقة دير البلح هذه المنطقة على البحر وهذه المنطقة أراضي مفتوحة غير مكتزة بالسكان ويمكن تقديم لها الخدمات بصورة سريعة من خلال مراكز التجميع اللوجستي للمعونات في المستقبل أيضا مصر علنت عن مستشفى ميداني في رفح ومركز لتوزيع المساعدات في رفح أيضا بالإضافة لمعسكر آخر شمال دير البلح مصر حضرتك بتقوم بدور كبير جدا من أجل التخفيف عن الجانب الفلسطيني وعن الشعب الفلسطيني وإلغاء فكرة ما يسمى بكل وضوح يعني ما يسمى عملية التهجير سواء لأرض سيناء أو التهجير القصري أو ما يسميه الإسرائيليين التهجير الطوعي إلى خارج القطاع مصر تعمل بصورة حسيسة لفكرة وضع حالة من الاستقرار وطمأنها للشعب الفلسطيني على أرضه لأن القادم إن شاء الله فيما يتعلق بالإعمار ستكون هناك غزة ويكون هناك قطاع جديد تماما فيما يتعلق بإعادة الإعمار ومصر حيكون لها دور كبير جدا وكمان بعض الدول الإقليمية تحدثت مع مصر في هذا على سبيل المثال الجانب التركي تحدث أنه ممكن أن يقدم خدمات وطبرعات من أجل فكرة إعادة الإعمار وإحداث حالة من الاستقرار للشعب الفلسطيني على أرضه وإعطاؤه مساحة كبيرة جدا من الأمل بعد هذه المعركة الكبيرة جدا والضمار الشامل اللي حصل اقتعادة